أحيات إيطاليا يوم الحوار المسيحي الإسلامي وذلك في ضوء وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها البابا فرانسيس مع الإمام أحمد الطيب في أبو ظبي مطلع هذا العام حيث أكدت هذه الوثيقة أن الإيمان بالله يحمل المؤمناء أن يساعد الآخر ويحبه ويشار كذلك أن اجتماعا عقد في حزيران يونيو هذا العام في المسجد الكبير بروما شارك فيه أمين عام مجلس أسقفة إيطاليا المطران روسو وممثلون عن مختلف الكنائس والأديان حيث ناقش المشاركون في الاجتماع وثيقة الأخوة الإنسانية المعروفة بوثيقة أبو ظبي نظرا لما تكتسبه هذه الوثيقة من أهمية بالغة في حياة الإنسانية جمعا